بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام قال أبن كثير رحمه الله يقول ثم قال فيهن خيرات حسان قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة خيرات كثيرة حسنة في الجنة وقيل خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلقي الحسنة الخلقي الحسنة الوجه قاله الجمهور مفسرها بعدها بقوله حور مقصورة بالخير قروي مرفوعا عن أم سلم قسنا ضعيف وفي الحديث الآخر الذي سنريده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال حور مقصورات بالخيام وهناك قال فيهن قاصرات الطرف ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات وفي الخدود يعني في السدور السدورات الحوم أبي حاتم عن عبد الله قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم من تحفة وقرامة وهلية لم تكن قبل ذلك لا مرهات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذفرات حور عين كأنهن عيد مكنون المرحة بمعنى المعجبة بنفسها المتكبرة طماحة التي دائت كثيرة الطلبات البخرات البخرات البخرى البخرى سوء رائحة النفس ذفرات بسوء رائحة الجسم وقوله في الخيام قال البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن خيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون الحديث رواه البخاري ورواه أيضا من حديث أبي عمران به عبي عمران الجولي بالإسناد عن أبي بكر بن عبد الله بن خيس عن أبيه وقال ثلاثون ميلا عرضها ثلاثون ميلا وخرجوا مسلم للعرض إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهله أو أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وروا بن أبي حتم أن أبي الدرداء قال الخيمة لؤة واحدة فيها سبعون بابا من در يعني أبوابها من الجواهر وروا عن ابن عباس في قوله حور مقصورات في الخيام قال في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة ألاف مصراء من ذهب من الذهب عليها أربعة ألاف مصراء يا جانبي البيت من الذهب وقال عبد الله بن وهب سنديه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم وأثنتان وسبعون زوجة منال وتنسب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ويخوت كما بين الجابية وصنع سندو ضعيف رواه التنذي وقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبين فدل ذلك على فضل الجنتين الأوليين قلوا قولي هذا وأستغفر الله ربنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في مرشد كرا ترجمة نانسي قنقر